موسيقى لا يمكن أن نحل المشاكل كلها دفعتاً واحدة لكن يجب أن نحضر الأولويات كما قال السيد الرئيس وبهذا سنزيد أنا متأكد سيد الرئيس أخواناً سأسمعون اليوم ونسمعون النقاش يقولون الحكومة ما عندها ظهرت في الأزمة الحمد لله للحكومة جاءت في هذه الأزمة تخيلوا معيكم ما كان شاهد الحكومة التي جاءت في هذه الأزمة ما سيقع؟ أسبوع الماضي كانت لدينا رئيسة المجلس على الحسابات ودوزت لدينا التقرير السنوي من 2022-2023 المالي وحده لا تتكلم عن المجالات الأخرى عشر سنوات في 2007 توضعت الخطة الوطنية للبناء السدود من 2010 وهي موقفة حتى 2022 عشر سنوات وحده عشر سنوات ركينات كله في التقرير السنوي من المجلس على الحسابات لا تتكلم عن هذه المحاسبة والذي نسؤول عن معادة بناء السدود يجب أن يحاسب لأنه الذي وضعنا اليوم في الإشكالية الماء الصالح للشرب وعندما ن massive-습니다 نقول لها ما هي الفلحة؟ نابعا نقف الفلحة نحن نضبر هذه الصناريا نبنيه نقف الفلحة ما سنعرف إلى الجنة؟ نقوم سنرده نقوم سنقوم بتصف بعض الوطنية لكي نأخدها مصفل نأخدهاها الحمد لله أن المغرب الأخضر متجح ووفر المواد خلال فترة الزمنية كاملة هو أكثر من مخطط مغرب أخضر وأكثر من توفير المواد الغدائية هو مرحلة التصنيع لدخلتها الفلاحة المغربية ونحن نريد المغرب أن نخرج من ما هو تقليدي ما هو كلاسيكي ما هو عشوائي ما هو قبالي كما جاء لكي ندخلوا مرحلة التكنولوجيا مرحلة التكنولوجيا نريد أن ندخل إلى اليوم بمحطات تحلية الماء ولكن الذي لا يريد سدود لا يتحدث معه لماذا؟ يجب أن نسأل الماء التي تزمه يجب أن نفضه وعندما نفضه يجب أن نسأل التجمع تزمه بثلاث ثلاث لا غير التعليم الصحة والشغل نقول لهم أننا نتفق على ثلاثة الحواجية نحن ندخل له التعليم حكومة ليست ضعف ليست نقصان ليست خوف ليست شيئا هاجس واحد خوف واحد عن السيد الرئيس الحكومة كيفية أولادنا يقرأ كيفية المهنة الأستاذ والمعلم تقول لي مغرية يقول لي كل شيء يمشيها والآن الأجراء التي أخرجت كثيرا الناس عندما تفكر في الإدارة ستغادر الإدارة لكي تلتحق بالتعليم هذا تشريف للأسرة التربوية تشريف لها ويستحقون كان التزام محدود لكن سيد الرئيس جوزه أنا الذي لا أريد أن نطول لأنه شيء طويل الله أعاونك نأخذ هذا الفلوس 120 مليار الزلزال لم يكن في اللائحة لا أعرف أنه مليار السدود 68 كم في 8 مليار في 8 شهر يوجد العطار السدود إذا كانت مغرب 2030 كأس الآن TGV يعني هذه المشاريع ستغير المغرب ستخلقوا فرص حكومة مسؤولة هادئة قال لك لا نقوم بالسياسة ما هي السياسة؟ نحن نعلم السياسة التي تنتج الكلام والفكهة والنكتة كانت في البرلمان في الأسئلة الشهرية وننتيجة ما هي 14 سد لا تصوش النتيجة ما هي الملف الأساتي لم تترجع التعليم ما هي النتيجة؟ نتائج أو السياسة التي تتخذ بها قرارات وتنتج ماذا؟ مشاريع تنموية مشاريع مناصب شغل الحفاظ على الكرامة الاعتناء بالضعيف تصل 500 درهم ونحن نفعل ما الذي سنفعله لا سنهضره كثيرا وإذا كانت هذه السياسة هي الكلام فالله يربح ولا أعتقد الناس يراغب وانا ندخل حرمت الله وندخل الداخل ونرى هذه الجودة البنية التحتية كيف تغير وعجبني الحال وفرحان هذا جزء صورة مصغرة المغرب قدشنا هو كبير الله شكرا